يقول بعض البيوت يكتبون يعني عبارة هذا من فضل ربي يقول ما حكم ذلك أبو بدر بارك الله فيك يعني إذا كان المقصود الحديث بنعمة الله عز وجل فلا يظهر لي مانع من ذلك يتحدث الإنسان يقول هذا من فضل ربي لا حرج أما إذا وضعها لطرد العين قصد يطرد العين ويطرد الحسد هذه تميمة هذه أصبحت تميمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودعه الله النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرقى والتمائم والتيول وقال شرك لذلك إذا قصد بهذه اللوحة وبهذه العبارة أن تطرد عين الحاسد تطرد عين العائن هذه تميمة والعياذ بالله ما يصرح أما إذا قصد التحدث بنعمة الله عز وجل فيظهر لأن هذا من باب الحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى